الشيكن وينجز بطريقة المطاعم الشكل حلو جدا والطعم والريحة حلوين وأحلى كتير من المطاعم والوصفة دي بتتعامل بأجنحة الدجاج شايفين شكلها جميل إزاي؟ أحسن كتير من المطاعم لأن المطاعم بتستعجل على الحاجة وما بتكونش حلوة كده أتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة دي أجنحة الدجاج بتكون بالشكل ده الجناح مع الكتف مغسلوين كويس بملح وخل ومتصفيين بعد كده بنفصل الجناح عن الكتف بالشكل ده بنحط المقص بالشكل ده ونقطع ما بين المفصلين أو ما بين الأرقشتين بالشكل ده وخلي بالكوا عشان ما هتكسروش العظمة استخدموا المقص وانتوا بتقطعوا أسهل بكتير من السكينة دلوقتي هنعمل التدبيلة أنا معايا كبايتين من الديق الأبيض العادي ومعايا كباية فيها ميا ومعايا مجموعة من التوابل التوابل عبارة عن معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكاري ومعلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الشطة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكسبرة النشفة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من التوم البودر وكمان معلقة صغيرة من البابريكا وكمان معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الارفة المطحونة بقلب التوابل دي مع بعض كويس جدا الوصفة دي بتحتمد اعتماد كل على التوابل عشان كده كمية التوابل كبيرة وكمان التوابل دي بتتقسم بالنص نص صعب ويستخدم في تدبيلة الفراخ والنص التاني في تدبيلة الطبقة الخارجية بعد مقلب التوابل مع بعض كويس جدا هضيف نص التوابل دي على الديق والنص التاني هشيله هحتاجه بعدين هقلب التوابل في الديق كويس بعد كده أبدأ في إضافة الميا هضيف الميا دي بالتدريج وقلب الديق في الميا أنا عايزة العجينة دي تكون شبه عجينة القرنبيط أو أخف شوية بالضبط شبه شربة العدس يعني بتكون تقيلة شوية بس مش تقيلة قوي يدوب بس تمسك في الفراخ عشان كده بنضيف الميا بالتدريج عشان ما تخفش مننا بعد كده بنزود التدبيلة دي حوالي 3 معلق كبار خل وكمان نعصر عليها لمونة والخل واللمون بيساعد على تسوية الفراخ وكمان بنحط قشرة اللمونة في التدبيلة عيني بنسبها في التدبيلة دلوقتي هنقلب التدبيلة دي مرة تانية بعد كده نبدأ في تدبيل الفراخ هننزل الأجنحة بالتدريج في التدبيلة دي ونقلبها كويس شايفين الخلطة حلوة ازاي مش زي المطاعم خالص احنا بنعملها أحلب كتير المطاعم بتستعجل على الحاجة والحاجة ما بيكونش طعمها حلو قوي زي اللي بنعملها في البيت بعد كده بنغطي الفراخ ونشيلها في التلاجة لمدة ما تقلش عن 3 ساعات والأحسن لليلة كاملة وكل ما الفراخ تقعد أكتر في التدبيلة نتجتها بتبقى أحلى وطعمها بيكون أحلى بكتير دلوقتي هنقل الفراخ أو هنحمرها معانا كمية من الديق كويسة جدا يعني حوالي كبايتين ونص هنضيف عليهم باقي كمية التوابل ونقلب التوابل مع الديق كويس جدا وعاوز أقول لكم ان كل ما كمية الديق بقت كتيرة وحلوة الطبقة الخارجية بتكون حلوة جدا ومقرمشة دي الفراخة هيا أنا حطتها في التلاجة لليلة كاملة بس لو انتم مستعجلين ممكن تسيبوها 3 ساعات بس بعد كده بنطلع الفراخ من التدبيلة بننزلها في الديق على طول عشان نغلفها بيه نحط كذا كطعة كده من الفراخ مع بعض بس ما نقطرش عشان نغلف الديق بيها كويس بعد ما حطينا الفراخ نشيل كده الديق بأدانة نحطه فيق الفراخ كده ونضغط عليها بأدانة عشان الديق يلزق فيها كويس بعد كده بنجيب مصفة ونحط فيها الفراخ ونهز المصفة كده شوية عشان تنزل الديق زيادة وكمان تعمل التوريقة الحلوة اللي بتكون فوق الفراخ الكنتاكي او الطبقة المخرفشة اللي بتكون على الفراخ الكنتاكي بعد كده بنسخن الزيت والزيت بيكون غزير يعني كمية الزيت لازم تغطي قطع الفراخ ومما الزيت يسخن بنوطي النار النار ما بتكونش واطية قوي مثلا ممكن نستخدم عين البتجاز الصغيرة بعد كده بننزل قطع الفراخ او الشيك ان وانجز في الزيت وما نسحمش الطاصة بالفراخ عشان الفراخ تستوي براحتها وكمان تكون سهلة في التقليب بعد ما بننزل كمية الفراخ بنسيبها شوية بعد كده نبدأ في التقليب وما نقلبهاش كتير عشان الخلطة ما تفكش منها وانسيبها براحتها خالص تتحمر عشان تستوي والنار الهادية بتخليها تستوي من جوة كويس وكمان بتتحمر من برا براحتها وكمان الخلطة اللي برا ما تتحرقش بسرعة عشان كده لازم تتحمر على الهادي واول ما توصل للون الدهب الجميل ده بنشيلها من الزيت على طول ممكن نحطها في مصفى او على ورق مطبخ بس هي ما بتشربش اي زيت خالص وزي ما قلتلكم منزودش الكمية في الزيت عشان تستوي براحتها وكمان تكون سهلة واحنا بنقلبها بعد كده نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة شايفين شكلها جميل ازاي؟ احسن بكتير من اي مطعم لان المطعم بتستعجل على الحاجة عشان كده الفراخ بتكون نية من جوة وكمان فيها دم وكمان المطاعم ما بتسيبهاش في التدبيلة الوقت الكافي ده غير طبعا النظافة ما بتكونش زي البيت وكمان المطاعم بيسوها على درجة حرارة عالية جدا وما بتاخدش وقتها في السوا اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم اولة شيكن وينجز يعجبكم وتجربوها وبالهنى والشفى مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة